لتسليط الضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في اليمن في ظل تقارير عن استهداف متعمد للمعلمين ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الناشط الحقوقي اليمني توفيق حميدي أهلا ومرحبا بك أستاذ توفيق أهلا وسهلا بك أخي الكريم وكل عام وأنت بخيري وجميع مشاهدي قناتك وأنت بألف خير إن شاء الله لا تزال ميليشيا الحوثي في اليمن تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين باستهداف المدن والمناطق السكنية ما هو وصفكم لهذه الاستهدافات حسب القانون الدولي الإنساني؟ في حقيقة الأمر اليوم المدنيين هم الحلقة الأضعف التي يتم استهدافها بصورة مباشرة في هذا النزاع خاصة من قبل جماعة الحوثي جماعة الحوثي اليوم ربما تدرك جيدا أن المجتمع المجتمع الذي يرتفع صوته عند الحديث عن الأزمة الإنسانية أو عن المعاناة الإنسانية وبالتالي هي لا تتوقف عن استهداف هؤلاء المدنيين بناء أولا خالق حالة من التذمر للمقاومة التي ربما تنتمي إليها المقاومة الشعبية ضد جماعة الحوثي أو من أجل لفت الأنظار من قبل المجتمع الدولي إلى الوضع في اليمن وكسب نقاط معينة لجماعة الحوثي طيب يعني انتهاكات ميليشيا الحوثي طالت المدارس والمدرسين فبحسب تقارير حقوقية ما يزيد على 1500 معلم قضوا خلال السنوات الماضية يعني لما استهداف الحوثيين للمعلمين بالذات؟ المعلم الحوثيين كانوا يرون أن المعلم الحوثيين هو أحد السدود الحصينة التي انشيت بعض القمهورية ويقف عائقا أمام تتمدد فكرها السلالي للأسف الشديد الحوثيين قصفوا ما يقارب 30 مدرسة فقروا ما يقارب 221 مدرسة حولوا ما يقارب 40 مدرسة إلى فكنات عسكرية قتلوا 1500 معلم أصابوا 1200 معلم أو قفوا رواتب 170 ألف معلم وبالتالي حرب استهداف واضحة من أجل انتشار فكرهم السلالي للأسف الشديد ومنذ بداية الحرب عين زعيم جماعة الحوثي أخاه وزيرا للتربية والتعليم الذي أعلن بأنه قاد من أجل تغيير ما سماه الفكر الداعشي بين قوسين وبالتالي بدأت جماعة الحوثي تعمل على تغيير هذه المناهج من أجل خلق جيل موالي لها عقائديا وفكريا على حد سوا استهداف المعلمين لم يقتصر على القصف والتصفية بل شمل أيضا استخدام القضاء لتنفيذ الاغتيالات في محاكمات تفتقر لأبسط مقاومات العدالة ما التهم التي توجه للمعلمين والطلبة لكي يقضى عليهم بالإعدام من قبل قضاء الحوثي؟ نحن أصدرنا تقرير بهذا الخصوص سميناه الإعدام تعزيرا التهم ربما لجميع من تم صدور أحكام إعدام بحقها واحدة هي إعانة العدوان هذه هي التهمة الجاهزة التي تنسب إلى السياسي وإلى العسكري وإلى الطبيب وإلى الأكاديمي وإلى المعلم وإلى الطالب وإلى الشخص العادي البسيط عانة العدوان هذه هي التهمة التي يتم من خلال إصدار أحكام الإعدام استداف المدارس والمدارسين باستخدام السلاح من قبل ميليشيا الحوثي أصبح معتادا لكن ما هو تفسيركم لاستداف الميليشيا للمناهج الدراسية في المناطق التي يسيطرون عليها بالتغيير أو التبديل؟ هو من أجل أولا إيجاد قيل موالي لهم كما قلنا ومن أجل انتشار فكرهم السلالي إلى كل منزل بحيث يحمل الطالب البسيط الصغير في عقله هذا الفكر المنحرف الذي يتطعم فيها عقوية الأموة والتعيقها ومذهبها وبالتالي يحمله إلى أبي ولاحظنا حالات مريعة لأطفال أو شباب يقومون بقتل أبائهم وأمهاتهم بحقة أنهم كفروا وأنهم دواعش إلى غير ذلك نعم الكاتب أو الناشط الحقوق اليمني توفيق حميدي كنت معنا عبر سكايب من فيينا شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا